دلوقتي مشاهدين هنتقل لخبر تاني عن سبع سيدات مصريات جميل جدا قرروا انهم يعملوا حاجة غريبة انهم يتسلقوا جبل كلمانجارو في تنزانيا واللي ارتفاعوا 5.895 متر مجموعة الستات دول سموا الفريق كالجيبشن وومن هم اعمارهم ما بين 30 و60 سنة وكان هدفهم من التحدي هو كسر فكرة انهم خلاص كبروا في السن ومش هيكونوا قد المغامرة رحلة فريق كالجيبشن وومن هتبدأ شهر اغسطس اللي جاي وهيسفروا من القاهرة الى تنزانيا ومن المخطط انهم هيمشوا مسافة 42 كم خلال 8 ايام لحد ما يوصلوا للقمة وطبعا هن يكون معاهم مجموعة دعم ومرشدين من تنزانيا الجميل كمان في المغامرة دي انهم مش محددين برنامج للتدريب او الاستعداد وقالوا ان كل اللي هم محتاجينه انهم يكونوا عندهم لياقة بدنية وذهنية جيدة وقدرة على التحمل لان طبعا الرحلة بتحتاج ساعات طويلة جدا من المش طبعا يعني انا بحييهم جدا وبرافو عليهم انهم وفعلا هيبقوا قد التحدي وهيوصلوا للقمة